ازاي هنقوم بعملية ربط المستخدم او الادمين من خلال البيلونج ستو مع المقالة وده اللي هنشوفه النهاردة فاول حاجة عن الريليشنشاب مبدئيا هروح على الميغريشن بعد كده عندي الارتكلز هاجي هنا بكل اختصار هعمل ربط مع جدول اليوزر فهو الفورين اي دي هيكون اليوزر اي دي بعد كده هيكون ستريند على جدول اليوزر بعد كده هيكون الريفرنسز على الاي دي وممكن اقول له اون ديليت كاسكيد ممتاز ممتاز هروح اعمل رولباك بعد كده اعمل ميغريت عشان يتم الربط مع اليوزر بعد كده هبدأ اشوف عملية الربط على الارتكلز هاجي بكل بساطة هقول public function user هقول return this has has belongs to على الارتكلز بعد كده هروح على الارتكلز واجي هنا مثلا تحت النام هقول له belongs to make بعد كده هحط اسم المثود اللي انا عينته عندي في الارتكلز ممكن بكل بساطة في برامتر تالت ممكن استخدمه اقول في app dash resources users resources class sorry class كمان ممكن اقول backslash او ان انا اجي هنا بكل اختصار هقول resource واحط المصار بتاعي برضو بكل بساطة اذا لو جيت عملت حفز وجيت هنا نبص مع بعض هيظهر عند المستخدمين سواء كانوا مشرفين او مستخدمين عاديين كمان اقدر اجيب المستخدمين المحذفين مجرد ما اقول له تفعيل استجلات المهملة بالشكل ده وده في حالة ان ال users كمان مفاعل فيه soft delete وهو بشكل افتراضي لو رحت على ال user هتلاقي فعلا ان ال soft delete مفاعلها بشكل افتراضي وده من خلال dash setup كمان هتلاقي عندك account type وده بياخد يام admin او user فهو على طول هجيب كل المستخدمين ويتم الاستخدام بشكل مباشر هنا هتلاقي بعض الميثود مثل get create attribute created at و updated at و deleted at وكمان verified at وده كلها time stamps columns اللي موجودة عندي في ال users ممتاز نكمل مع بعض فبالتالي انا ممكن كمان اقلل استهلاكي ل واجي في هنا اقول user او user's resources وبكل اختصار ممكن استغناء عن resource على طول واجي هنا في parameter متر الثالث من خلال make ده مخصص ل resource فهقول له بالشكل ده وده بسطر واحد قدرنا نجيب كل المستخدمين جوه الكرد بتاعنا اقدر كمان احط له rules وقدر كمان اتاكد ان ال user ده مبسجل عندي في قاعدة البيانات فعلى سبيل مثال ممكن اقول له rule واقول ان ده required وكمان اقدر اقول له ان هو exist في users لكن خليني دلوقتي ان انا اقول ان هو required اذا لو جيت اعملت اضافة هيتطلب مني ان انا اختار مستخدم حط عنوان مقالة فممكن اجي هنا اقول ان انا احط test واجي هنا اختار صورة بعد كده اا اقدر اضيف بقية المعلومات ثم اضافة على طول حيتم الاضافة وحيتسجل عندي ال user اللي احنا اختارناه بشكل تلقائي واستخداما ل relationship شاب كمان لو رحنا على ال index هنلاقي ان احنا ظاهر عندنا في data table المستخدم اللي قام باضافة المقالة هنلاقي ان هو admin طبعا مش من ال interface لكن اللي احنا اختارناه من قائمة المستخدمين المستخدمين هيكون عبارة عن hyperlink اضغط عليه هيوديني على ال profile الخاص بال user نوفى على كده نكامل في درس جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته